النادي الاهلي والموضوع ده يعني مرتبط برضو بفكرة ان انجاز النادي الاهلي يعني اذا كان انجاز الناس بتقلل منه بشكل واضح على عكس اخفاقات وفشل بعض الاندياة الاخرى الناس بتعتبروا انجاز بشكل واضح انا هقدر اتفهم الكصة دي في قصة التوقعات انت متوقع ايه من النادي الاهلي انت متوقع من النادي الاهلي لما يروح يلعب كاس عام الاندياة يكون النادي الاهلي البطل هقولك اه لما يخفق بقى النادي الاهل افتحي البطولة تطلع طول ما عملش حاجة ومتوقع ان اندية اخرى لما تروح تشارك في البطولة تطلع من دور المجموعات بنتيجة مشرفة وعدم الهزيمة بنتيجة سقيلة هقولك اعترف بده واطلع وضح ده وقول انا معياري في النقد هنا ومعياري في الاشادة هنا هو ان انا شايف ان النادي الاهل كبير جدا فعشان كده بنتقده وشايف الاندية الاخرى صغيرة جدا فعشان كده لما بتطلع من دور المجموعات بعدم التعرض لهزيمة سقيلة باشيد بيها مين بقى اللي بنوجه له الكلام ده الكابتن احمد حسام ميدو الكابتن احمد حسام ميدو اللي في اوقات كتير قال مش ببارك للنادي الاهل على بطولة الكابتن احمد حسام ميدو اللي تكلم في اوقات كتير عن النادي الاهل وتحقيق البطولات القرية ان اصلها تحولت لبطولة رمضانية الكابتن احمد حسام ميدو اللي كتير جدا من انجازات النادي الاهل حاول يقلل منها لما جاب مصروفات وهمية للنادي الاهل على قطاع قرية القدم ومصروفات اخرى وهمية اقل بكتير لنادي الزمالك وبدأ اقارم بين مقارنات بين بطولات وبطولات وشاب بطولة سوبر بطولة دورة ابطال افريقيا وحطهم مجرد عدد فقط لغير وردين على القصة دي هو هو الكابتن احمد حسام ميدو اللي بعد هزيمة النادي الاهلي امام ريال مدريد في بطولة كأس العالم للاندية البطولة الذي لم يشارك فيها اي فريق مصري سوى النادي الاهلي كان له التصرحات اللي هنسمعها دي هنطلع نسمعها عشان عندنا تعقيب مهم جدا اي حد بقى يطلع في التلفزيون يقولكو ان النهاردة اداء الاهلي كان فخرا وفخر اه فخر ان هو متواجد في الحدث وفخر ان هو ظهر بشكل منظم وفخر ان الصحافة الاجنبية قبل المباراة تتكلم بشكل ايجابي وتسر التاريخ الاهلي وكل الكلام ده كله فخر طبعا فخر الاي اهلاوي ومنظر الاهلي زي ما قلتلكو قبل كده في المطشين اللي فاتوا منظر مشرف جدا بالنسبة لكل المصريين ولكل العرب وكل الفنى الافريقية انا الاهلي يعني هنا بيمثلنا كلنا ولكن الاداء والشجاعة بتاعت اللعيبة وامان اللعيبة بنفسهم وثقاتهم في نفسهم صفر صفر فيش اي لعيبة ما عندها ثقاف نفسها قدام خصم قوي عندها ثقاف نفسها وهي بتلاعب بعض الخصوم الاقل منهم مستوى وده طبيعي انما لما تلاعب العيب او فرقة اعلى منك وتلعب ما يبقاش عندك ثقاف نفسك يبقى انا يعني ما ببالغش لما بقول يا خسارة يا خسارة طبعا في ناس كتير ممكن اللي بيتفرجوا علينا اقولك ميدو بيتكلم طب مهز زمالك فين وكذا وتعلى يعني الموضوع ملوش علاقة بزمالك واهلي الموضوع دي علاقة بحدث انا شغلتي او مباراة انا شغلتي ان انا اقولكوا رأي فيها ده رأيي في الماتش بكل صراحة ده رأيي رأيي الفني في الماتش بكل صراحة ان لعيبت الاهلي النهاردة ملعبتش ما كانش عندها ثقاف نفسها فيه لعيبة كتيرة جدا في الملعب بتستخبه وفرت الاهلي معها الكورة ملتزة معهم ما معهمش الكورة اوكي ده كويس لكن وانت معاك الكورة بتعمل ايه بالذات لعيبة نص الملعب المهاجمين والمهاجمين بتعمل ايه في تسرع كبير ما هو تسرع ده جاي من ايه تسرع ده جاي ان اللعيب ما عندوش ثقة بنفسه ان هو يقف عالكورة ويبص وياخد القرار الصح هشوت هرفع هعدي هستلم هقف عالكورة هاخد فاول مفيش مفيش اعتقد كابتن احمد حسام يدو ما كانش فاضي يتفرج على مباراة الالي وريال مدريد لان الكلام اللي بيقوله ده مش هتلاقي اي دقيقة في التسعين دقيقة اللي تلاعبت فيها المباراة تؤكد كلام كابتن احمد حسام يدو والشيء المؤسف جدا انه بيقول انا بتكلم بشكل فني سبحان الله بيقولك فيه لعيبة ما كانش عندها ثقة تقف على الكورة والنادي الاهلي لعب جيم مع نادي ريال مدريد اشادت بيه الصحف الاسبانية باداء النادي الاهلي لدرجة ان كما فينجا اللي لعب باكليفت اللي هو قيمته التسوقية تتخطى قيمة التسوقية للعيب النادي الاهلي بالكامل كان صيد سهل جدا للاعب اسمه حسين الشحات اللي كان بياخد الكورة ويروح له ومن واحدة منهم جات ركلة جزاء لكن الكابتن احمد حسام يدو ما كانش شايف ده ما كانش شايف ازاي النادي الاهلي قدر انه هو يكون قريب من انه يعمل كامباك على نادي ريال مدريد ولولا التوفيق اللي لم يصاحب سواء محمد شريف او محمد مجدي افشا في كورة كانت هتوصل بالمباراة لنقطة تعادل ونقطة الصفر يقولك مش واسقين في انفسهم ما سمعش حتى انشلوتي الفيديو اللي خرج من غرفة ملابس ريال مدريد بين الشوطين وهو قد ايه بيحذر لعبيه والنتيجة واحد صفر من لعبي النادي الاهلي وبيقول انا مش عايزكم تلعبوا غير على الهجمة المرتدة ومش عايزكم كمان تتصراه في لعب الهجمة المرتدة لانه عندهم ظاهرين بيجدوا الاختراقات وانا عايز احافظ على نتيجة اكبر قدر ممكن ده مين اللي بيقولي الكلام ده ده انشلوتي اللي واخد الخمس دوريات الكبرى اللي بيدرب نادي ريال مدريد بطل اوروبا وبطل العالم فمتخيل كابتن احمد حسان ميدو طالع يتكلم وانتقد انه اللي قال ليه لان الكابتن احمد حسان ميدو كان يعي جيدا هو بيعمل ايه هو كان عاوز يضرب لك اي سقة انت حصلت عليها من مشاركتك في كأس العالم للاندية ليه لانه كان قابلها بشهر فقط لغير بعد ما الزمالك فاز بتلوها الروح على البنك الاهلي مع كامل احترامنا البنك الاهلي اهل انا جاي لكم من المستقبل قبل سبع شهور بقولكم الزمالك بطل الدوري للعام الثالث على التوالي ده اجندة الكابتن احمد حسان ميدو انه هو يهد في النادي الاهلي الوقت اللي انت هتكتسب فيه السقة يطلع يضرب لك كرسي في الكلوب بيقولك انت سقة ايه ده انت بتلعب قدام ريال مدريد يعني وما كانش فيه لعيب عنده اي سقة فده اللي كان حاصل من الكابتن احمد حسان ميدو الحقيقة فارس منهجه دايما ده هو انشلوتي صديق زلتان لا طب يبقى خلاص عندها يا حتمت كلام يا جماعة اعتقد الناس لما بتتكلم كلام وهي مش حتى المعطيات قدامها او عندها هوا او عندها توجه انا اسف بيطلح كلام ولا لأي لازمة والله العظيم لأ وبالغ كلام ولا لأي لازمة حرفية تعال اشوف نادي الهلال خسر بخمسامر ريال مدريد وايضا لعب مباراة كان عنده تموح فيها زي النادي الاهلي شوف الناس اتكلمت عن وصيف العالم والناس اللي اتكلمت عن ازاي تدي الهلال دفع معنوية بعد المباراة انت هنا بتيجي تتكلم عن النادي الاهلي وتحاول تقلل من اللي بيحاول وتحاول تقلل من النادي الاهلي بيوصله مع انك انت لازم تكون عارف ان اللي بيحاول النادي الاهلي هو غير قابل للتحقيق من اي فريق مصري اخر وان النادي الاهلي يبقى مع ريال مدريد خسران بفرق الاهداف الال ده لحد الدقيقة 85 او تدخل للدقيقة 80 وانت في المباراة تقدر ترجع كنت اعتقد ده مجهود طبيعي جدا ان انت هتدي له حقه وتقدره ولكن القصة ما كانتش ريال مدريد بس وده اللي يوضح ان القصة كانت هوى وتوجه عند احمد حسان ميدو لما نسمع كمان مع مباراة فيلمينجو كان بيقول ايه انا بقول ان الكورة ايه عام زي بلاي ستيشن فيه الناس كويسة قوي لما بتلعب على الليفل المتوسط لكن لما يجي خش في الليفل اللي هو عرفش بيقوله عليه بروفاشنال مش عارف ايه ولا اكسترا ده خلاص انت دخلت في الليفل الوحش هتشوف بقى الفرق هتشوف الفوارق ده اللي حصل مع الاهلي بالذات قدام ريال مدريد وعلى فكرة انا تلاقيت قلت الكلام ده بعد المطش ما كنتش عايز اقلل من الاهلي ابدا بالعكس انا في المطشين الاولانيين انا قلت ان الاهلي شكله مشرف في الملعب وفرقة محترمة وكل الكلام ده كله لكن برضو انا دوري هنا ان انا اقول لكم الحقيقة عليش الاسكريبت ما كانش بتوزع علي اسكريبت كانش بتوزع علي ولا بيتوزع علي ولا هيعرفوا يوزعوا علي انا بقول اللي انا شايفه دي شغلتي ان انا راجل لما اجا قيم حاجة بقولها لكم بقولكم رأيي بصراحة اللي عيبت الاهلي اللي عيبة كويسة جدا وفرقة كويسة جدا ولكن فيه لفل معين انت النهاردة بقى بتخش فيه الليفل ده محتاج نوعية لعيبة مختلفة عمر ما الاهلي يعرف يجيبهم طيب النادي الاهلي ده اللي بنتكلم عليه هو اللي مع بالميرس خد تالت عامل اندية وقدر يكسب بالميرس وفرق التسويقي كبير جدا النادي الاهلي ده هو الهلال السعودي اعلى منه كاكمة تسويقية وفيه لعبين اعلى كتير جدا على مستوى القيمة التسويقية قدر النادي الاهلي يكسبه بربعية اذا انت بتتكلم عن تجربة مع ريال مدريد انا اتفق معاك ماشي ربما في حتة ان ريال مدريد فيه فوارق والنادي الاهلي ما يقدرش يجاري على مستوى اللاعبين في حتة القيمة السوقية والكلام ده ده حقيقي ده ما نقدرش ننكره ولكن الكلام عن ان من ماتشين قبل كده طب ما فلامينجو ده اللي كسب اربعة اتنين النادي الاهلي كان جوه المباراة لحد الطرد وكرة محمد شريف اللي كلنا فاكرنا كانت ممكن تصنع الفرق ازاي تعال اشوف النادي الاهلي اللي هو قبل كده عنده بصامات في كاسة العاملة عندها عاملة ازاي ولكن فكرة انا بتوزعش عليها سكريبت واللي سكريبت ما جاليش يعني اعتقد يعني ميدو كان مفترض يسيب حد تاني يقول الجملتين دول لان احنا اكتر ناس جبنالكو هنا تناقضات لميدو وكلام لميدو وكلام لاجندة فقوية لنادي ميدو بيتكلم فيها كان ميدو في قناة غير فقوية قناة محايدة بيطلع يتكلم عن وجهات نظر مجلس ادارة وقرارات مجلس ادارة لنادي فقوي ويوجه لنادي فقوي ويتدخل ضد كهرباء ويهاجم لجنة انضباط ويهاجم قرارات ونيجي بعد كده نقول فكرة اللي سكريبت يا مع مصطلحات بقى اللي سكريبت والمصطلحات زي دي بشوف ان اكتر ناس بتتكلم فيها هي اكتر ناس بتعملها بدليل احنا عندنا وقعتين هو اعترف بيهم لما حصل هجوم من ميدو على اوباما وحصل هجوم من ميدو على بن شرقي ووكيل بن شرقي طلع بعد كده واعترف وقال اللعيبة دي مكادش عايز اتوقع فكنت واخد من مجلس الادارة ان انا اضغط عليهم قدام جمهيرنا دي الزمالك هو ده اللي سكريبت اميدو هو ده اللي سكريبت بوضوح شديد ولما طلعت وقلت ان انا متقال لي كده اغلط في الزمالك او هاجم نادي الزمالك عشان لما اجي هاجم النادي الاهلي الموضوع يتمرر هو ده اللي سكريبت ده اللي سكريبت اللي انت تعرفه لكن لما قلت الصحف الاسبانية تكلمت عن اداء النادي الاهلي تقول لي اصلا بيتوزعش على سكريبت لما قلت ان انت اصلا مشوفتش المباراة وتيجي حتى بتقول يا جماعة أصلنا قلت لنادي الأهلي كان واقف واقفة كويسة ولقب بأداء مشرف ده احنا لسه عرضين لك الفيديو وانت مقولش الكلام ده ده انت قلت لعيبة خايفة ولعيبة مش قادرة تواجه ولعيبة ما تقدرش تلعب في الليفل ده والنادي الأهلي كان عمره عنده الليفل ده ازاي ما عندوش الليفل ده وانا واخد برنزهية كاس عالم مرتين في اخر اربع سنين ده رقم واحد رقم اتنين هي نتيجة اربعة واحد انت شايفها بتوضح لك قد ايه ليفل الوحش تعالوا نقويس بقى النادي الأهلي لما بيلعب فرق في الدور المحلي ويفوز اربعة واحد قول بقى لع الفرق دي ان لما بتلعبوا البنك الأهلي بيكون عندنا طموحات عالية جدا مع كامل احترامنا للبنك الأهلي ولما بنلعب حرص حدو بيكون عندنا طموحات عالية جدا لكن اللعيبة دي بتكشف قدام النادي الأهلي لانها وجهة الوحش وانا ليفل الوحش في افريقيا يا ميدو فالفريق اللي ياخد مني اربعة مرتاح كده لازم تنتقده لازم تقول ما عندناش اللعيبة اللي تقدر تواجه ليفل الوحش ما عندناش اللعيبة اللي تقدر تواجه النادي الأهلي لكن انت بتعملش ده انت بتعمل ايه بقى لما اللعيبة اللي ما تقدرش تواجه ليفل الوحش اللي هو النادي الأهلي لما بتحقق تعادل مع فريق آخر تعالوا بقى نسمع انت ازاي بتتكلم عن الانجازات في اوقات بتحصد فيها الفشل نسمع ميدو لكن انا هتكلم على الكرة الزمالك خرج من البطولة العربية بعد التعادل امام النصر ولكن خرج مرفوع الراس وخرج بأداء جيد جدا وخرج بمكاسب كتيرة جدا من البطولة العربية خلي بالكو ان الغاب من 3-4 شهور 4 شهور الزمالك كان يعني الفرقة كان فيها بشكل كتيرة جدا وبيقفت الناس مع بعض ومن الزمالك قدر انه هو يجيب المدير فني محترم عند بعد الاخطاء عنده اخطاء طبعا عنده اخطاء زيه زي اي مدرب تاني على فكرة عمرك ما تجيب مدرب ما عندوش اخطاء لكن الراجل قدر انه هو يحول المساري الفريق في وقت قياسي لغم انه هو اشتغل في ظروف صعبة جدا وقدر انه يطور من مستوى اللعيبة معظم اللعيبة بشكل يعني كبير كبير جدا فيه لعيبة النهاردة جمهور الزمالك والجميع بيشيط بيها من شهرين فاتوا ما كانش حد توقعهم انه اما يشوفوهم لابسين فنينة الزمالك يا جماعة قادي احمد حسان بيدو انت متخيلين تقييمه للفشل ايه؟ فريق خارج متعادل مع فريق النصر السعودي مع كامل احترامنا وتقدرنا ليه قالك خرج مرفوع الرأس مدير فني لما واجه النادي الاهلي اتهزم اربعة مع الرأفة ومع الاحتواء قالك مدير فني متطور قدر يعمل اللي محدش عمله مع الفريق فالحقيقة ده بيوضح لك قد ايه؟ المشكلة عند تقييم احمد حسان ميدو للنادي الاهلي انت لو شايف ان النادي الاهلي رابع عالم الاندية فيه ابطال القرات ده شيء صعب او شيء لا يدعو انك انت تقول اجدنا عنديش مشكلة تبقى انت شايف في النادي الاهلي انه هو يستحق المنافسة على المنديال لكن لما تشوف فريق اخر وبتطلع تقول اصل قطبين وكرة القدم مصرية اهلي وزمالك وبتزعله الناس بتقول دربي ومش دربي وانت طالع بتحتفي بانك بتتعدل مع فريق النصر مع كامل احترامنا لفريق النصر السعودي لا جماعة هنا فيه ازمة هنا فيه مشكلتك انت شايف فريقك اللي انت بتشجعه ان الانجاز انه يتعدل وانه يخرج ثالث مجموعة في البطولة العربية ده موضوع يخصك ويعنيك لكن ما ينفعش تكون انت نفس الشخص اللي شايف ان الفريق اللي طالع رابع منديال الاندية يتوجه له النقد وتوجه الاشهادة لثالث البطولة العربية اللي باختصار شديد اتعاملت من اجل اعداد الفرق السعودي للدور القدم الموضوع صعب جدا والحقيقة يعني شكلك اعتقد يعني تقييم فني بعيد كل البعض واعتقد اجندتك واضحة بشكل كبير جدا وحتى مش بتتعامل بشكل في زكاء وقلتلك قبل كده اول لما تيجي تقول رأيي عن النادي الاهلي خد بالك خد بالك افتكر انت كنت بتقول ايه عن اندية اخرى اهو ده بقى السكريبت تخيل هو قال السكريبت اهو ده اللي قاله سكريبت ده السكريبت اللي قائم على فكرة ان انا قدي امتياز لحاجة ما فيهاش امتياز يعني انا بقول لا هو فعلا يا بخت الزمالك بميده لان ده راجل بيتكلم في انحيازات انا بقول ايه ده ايه التشجيع المريح ده الله يا جماع الفريق اللي اعلامه او مشجعينه يطلع ثالث في بطولة عربية وما يبقاش بيحقق افريقيا من 22 سنة ويبقى موسم صفري والمدرب بتاعه لسه خسران اربعة وبقى طالح شايف ايه الجمال ده وايه الحلاوة دي وكمان اصخر من الفريق اللي بطل كل حاجة وربع عالم اوه ده اللي قال للمي يا رب كله ما يشوف الفقرة دي يا رب كله ما يشوف الفقرة دي يا جماعة فيه كده والله بجد هو فيه كده يعني الموضوع سهل جدا وانا عايز اقول حاجة اصلا انا حاس فيه تطخين كبير جدا يعني انا بشوف اني نادي الشرطة العراقي مفترض يعرض اوفر كبير اوي على ميدو يقول له تعالى عم ميدو احنا نفسنا طيب أنت موجود مع عالة ده فريسى الشرطة العراقي ده يا جماعة لما عنده حد زي ميده وكانت قال فيه قصايد الدور العراقي الوحدة الإماراتية لعدا نعايز أتكلم في الشرطة العراقي لأنه قصة الشرطة العراقي مختلف تمامية عليهbait الشرطة العراقي يا جماعة بما مرت به الكرة العراقية من عصارات ومن أمور صعبة جدا الشرطة العراقي قيمته التسويقية حوالي 3 مليون يورو الفريق كله كل الفريق أقل من زيزه غرامة بطيب غرامة بطيب الفلوس بتاع شيكابال اي حاجة من دول اي حاجة معدية سامسون اللي ملعبش مسلا اي حاجة ففريق الشرطة العراقي ده قيمته التسوقية لا تتجاوز الثلاثة مليون يور مع نادي النصر لحد بعد الدياء سبعين ورقل الجزاء هي اللي عدت نادي النصر منه ده بقى انت عندك مشاكل وهو لا ده قيمته التسوقية مقارنة بيك ايه فلو بالمنطق ده لا ده انت تطلع بقى تقول ملايين الشعر في الشرطة العراق عشان كده التقويم يا جماعة ده هو ده السكريبت هو ده اللي انا طالع في اعلام غير فئوي اتكلم في انحياز انحياز ضد النادي الاهلي وانحياز لصالح الزمال والمشاهد يا جماعة بيفهم زمان كان بعض الاعلامين عندهم اجندات ممكن تمرع لا المشاهد دلوقتي بيفهم قاعد وهو انت بتتكلم عارف انت بتتكلم الكلمة دي ليه ورايحة فينا عشان كده الناس دي فقدت مصداقيتها ترجمة نانسي قنقر